موسيقى بعد ست سنوات على إغلاقه العراق وسوريا يعيدان افتتاح معبر بوكمال القائم أمام حركة عبور البضايع والأشخاص وبعد نشر حوثيين مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر استهداف قوات سعودية التحالف يتهم الحركة الحوثية بشن حملة إعلامية مضللة الرئيس الأفغاني أشرف غاني ومنافسه الأبرز عبدالله عبدالله يعلنان الفوز بالسباق الرئاسي نشرة انخبارية من اي 24 نيوز أهلا بكم قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل الفلسطيني سامر عربيد الذي تشتبه إسرائيل بقيادته المجموعة التي قاتلت مستوطنة قرب مستوطنة دوليف قبل نحو شهر وقد نقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة للغاية وكان مصدر أمني مطلع قد أكد أن جهاز الأمن العام حاصل على تصريح من الجهاز القضائي يتيح له استخدام أساليب استثنائية خلال التحقيق مع عربيد لاعتباره قنبل موقوت قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية التوجه إلى قطاع غزة وذلك من أجل التشاور حول الانتخابات وتنفيذها وأكد اشتيا في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في مدينة رامالله أكد جاهزية الحكومة لتنفيذ الانتخابات العامة فور إصدار الرئيس مرسوما بهذا الشأن أذكر أن الحكومة ستكون جاهزة لتنفيذ قرار سيادة الرئيس حال إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة وبصراحة نحن في ضرف أشد ما نكون فيه بحاجة إلى وحدتنا الوطنية لمواجهة هذه المرحلة الخطرة التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية الرئيس أبو مازين سوف يطلب من الدكتور حنى ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية التوجه إلى قطاع غزة للبدء بعملية التشاور حول عملية الانتخابات وإنجازها وإذا كانت اتفاقات المصالحة لم يتم تنفيذها فنحن بحاجة كبرى إلى الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني كما وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن وفدا وزاريا سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون بتوجيه من الرئيس أبو مازين سوف يكون وفد وزاري كبير بزيارة القاهرة واجتماع مع نضرائهم ونضرائنا وإخواننا بجمهورية مصر العربية في شان آخر دانت حركة الجهاد الإسلامي مشاركة وفد رياضي إسرائيلي في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها قطر مطالبة بوقف ما وصفته كل أشكال التطبيع مع إسرائيل التزاما بالثوابت القومية العربية وحماية لحقوق الشعب الفلسطيني كما قال وتشارك إسرائيل بعدد من الرياضيين في البطولة التي انطلقت يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري على أن تنتهي يوم السادس من الشهر المقبل إلى الأردن حيث وجهت وزارة التربية والتعليم مديري المدريات في جميع المحافظات بضرورة التأكيد على مدراء المدارس لدعوة أولياء أمور الطلبة من أجل إرسال أبنائهم للمدارس اعتبارا من صباح يوم غد ويأتي هذا التعميم امتثالا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية أمس والذي قضى بوقف الإضراب المفتوح الذي بدأه المعلمون قبل أربعة أسابيع ونبهت الوزارة إلى أن عدم امتثال المدراء أو المعلمين للقرار قد يعرضهم لخطر الاستبدال إلى شأن آخر حيث أعادت السلطات العراقية والسورية فتح معبر القام البوكمال الحدودي بين البلدين للتجارة والأفراد وذلك بعد خمس سنوات من إغلاقه بسبب الحرب ضد ما يعرف تنظيم الدولة الإسلامية وعبرت اليوم أولى الشاحنات من هذا المنفذ الذي يعتبر الوحيد اليوم الواقع تحت سيطرة سلطات دمشق والسلطات الفدرالية العراقية بعد أن هدأ صوت الرصاص مع نجاح كلا البلدين العراق وسوريا بالقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في أراضيهما وبعد خمس سنوات على إغلاق معبر البوكمال الحدودي في محافظة دير الزور والذي يربط بين سوريا والعراق يعاد افتتاحه اليوم أمام حركة عبور البضائع والأشخاص بعد إنجاز جميع الترتيبات من الجانبين السوري والعراقي وبحضور رسميا سوريا وعراقي يأتي افتتاح هذا المعبر اليوم نتيجة انتصار شعبين في سوريا والعراق على التنظيمات الإرهابي بمختلف مسمياتها وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي حيث اعتبر مراقبون أن المعبر يشكل جسرا بريا لإيران ومنفذا هاما إلى البحر الأبيض المتوسط الأمر الذي أثار الجدل الكبير في الأوساط الغربية حيث كان قد تم تأجيل فتح المعبر لعدة مرات خلال الشهرين الماضيين لأسباب اعتبرها البعض تتعلق بالضغط الدولي على العراق من أجل حصار إيران اقتصاديا فيما رجح جزء الآخر على خلفية الضربات الجوية وقصف الموقع عدة مرات حيث يعتبر المنفذ الوحيد لدخول القوات الإيرانية إلى سوريا والدعم المفتوح للجيش السوري وحزب الله وشريان الحياة لهم ويربط سوريا بالعراق ثلاثة معابر حدودية أهمها البوكمال ومعبر التنف الذي تسيطر عليه قوات أمريكية ومعبر اليعروبية الذي يقع ضمن سيطرة القوات الكردية المعادية لحكومة دمشق والمدعومة أمريكيا وفي الشأن الإيراني قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي إن الرئيس حسن روحاني طلق رسالة من السعودية سلمها له رئيس إحدى الدول لكنه لم يقدم أي معلومات عن محتوى الرسالة مؤكدا استعداد طهران للحوار إذا ما غيرت السعودية سلوكها وأوقفت حرب اليمن وفي سياق آخر لفت ربيعي إلى أن مسؤولية عدم عقد أي حوار في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فقعوا على عاتق الولايات المتحدة بالكامل كنا قريبين من الدبلوماسية والحل النهائي لكن الحكومة الأمريكية منع ذلك مسؤولية عدم إجراء أي حوار في نيويورك تقع مباشرة على عاتق الحكومة الأمريكية الرغم من أن ترامب لم يكن لديه شجاعة لفعل الشيء الصحيح نحن على يقين من أنه بمجرد رؤية إيرادة أمتنا ومقاومة أمتنا وزيادة يومية في إنتاجنا المحلي وزيادة اهتمادنا على الذات سيكون لدى الرئيس الأمريكي الشجاع للقيام بالمهمة التي لم يفعلها لديهم الشجاع للقيام في ذلك في نيويورك حذر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من ارتفاع في أسعار النفط إذا لم يتحرك العالم لردع إيران على حد قوله وقال بن سلمان أن اشتعال حرب بين السعودية وإيران كفيل بتدمير الاقتصاد العالمي يأتي ذلك بعد أسبوعين من هجوم استهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين تتهم المملكة طهران بالوقوف وراءه تصريحات بن سلمان جاءت في حديث لشبكة سي بي اس الأمريكية أعتقد أنه غباء لا يوجد هدف استراتيجي وحده الأحمق من يهاجم 5% من الإمدادات العالمية الهدف الاستراتيجي الوحيد وإثبات أنه مغبياء وهذا ما فعلوه إذا لم يتخذ العالم إجراءا قويا وحازما لردع إيران فسنشهد مزيد من التصعيدات التي ستهدد المصالح العالمية ستتعطل إمدادات النفط وستخفز الأسعار إلى أرقام عالية لا يمكن تصورها ولم نشهدها في حياتنا وفي حديثه للشبكة الأمريكية قال بن سلمان أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لكنه أنكر أيضا إعطاء أوامر بنفسه للقتل بالطبع لا لم أعطي أوامر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي كانت هذه جريمة بشعة لكن أن يتحمل المسؤولية الكاملة عنها كقائد في المملكة العربية السعودية خاصة أن من ارتكبها أفراد يعملون لحساب الحكومة السعودية أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السعي لعدم بقاء الجنى من دون عقاب يعد دينا على تركيا لأسرة الصحفي جمال خاشقجي وفي مقال نشره في صحيف الواشنطن بوست أوضح أردوغان أن اغتيال خاشقجي مثير للقلق بسبب بعد القضية الإنسانية واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية مضيفا أن بلاده تتعهد بمواصلة بذل الجهود في المرحلة المقبلة لكشف ملابسات جريمة مقتل خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في اسطنبول قبل نحو عام قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن هجمات الحوثيين على السعودية هي ذات طابع دفاعي إزاء ما وصفه بالعدوان السعودي وبشأن اتهامات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد إيران قال موسوي أن هذه الاتهامات لا أساس لها مؤكدا أن حل قضية اليمن رهن بقبول الهدن ووقف الهجمات على المدنيين من وجهة نظر إيران ما يفعله اليمنيون هو تدابير دفاعية نحن نأيد الدفاع الشرعية من قبل الأمة اليمنية والحكومة اليمنية الشرعية ضد المعتدين يدرك السعوديون أن الاتهامات التي يدعونها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة لا تمثل سوى توقعات من شأنها أن تجلب العارة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى ذلك اتهم المتحدث باسم التحالف الذي تقوله السعودية في اليمن العقيد ترك المالك اتهم جماعة أنصار الله الحوثية بشأن حملة إعلامية مضللة وذلك بعد يوم من نشر الحوثيين مقاطع مصورة قالوا أنها تظهر استهداف قوات سعودية في محور النجران كما قال المالك في مؤتمر صحفي أن الحوثيين يشكلون خطرا على حركة التجارة العالمية متهما الجماعة اليمنية المسلحة بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة السويدية ستوكولم رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتين جريفث بموادرة حركة أنصار الله الحوثية الأحادية الجانب والخاصة بإطلاق صراح محتجزين لديها داعيا جميع الأطراف إلى ضمان عودة المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين أفرجت حركة أنصار الله الحوثية اليمنية المدعومة من إيران عن مائتين وتسعين سجينا يمنيا في تحرك من جانب واحد وكان من بينهم اثنان وأربعين سجينا كانوا قد نجوا من هجوم من قبل قوات التحالف خيادة السعودية على مركز احتجاز في دمار بداية الشهر الجاري وكان قد صرح رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أن هذه الخطوة تأتي احتراما لاتفاق تبادل الأسرى الذي تم توصل إليه في السويد نهاية العام الماضي وقد تقدمنا إلى الأمم المتحدة بمبادرة من طرف واحد للإفراج عن 350 أسيرا ومعتقلا ممن شملتهم كشوفات السويد من التابعين للطرف الآخر أكد المرتضى أنه سيتم تنفيذ المبادرة تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر داعيا قوات التحالف باتخاذ خطوات مماثلة أولا نحمد الله عز وجل على الذي من علينا بالإفراج بهذا اليوم كما أيضا نشكر القيادة الثورية والقيادة السياسية على هذه المبادرة الإنسانية ولفت الكريمة إلى ولفت الكريمة إلى قضيتنا والإفراج عننا تأتي هذه المبادرة عقب عملية أطلق عليها اسم نصر من الله التي شملت أسر الألاف من مقاتلي تحالف وإسخاط ثلاثة ألوية عسكرية بحسب تصريحات المتحدثي باسم جماعة الحوثيين إلى العاصمة السودانية الخرطوم حيث تنطالق ولمدة أربعة أيام اجتماعات اللجنة البحثية الفنية المستقلة للبت في موضوع ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي وأوصت هذه اللجنة العلمية التي تتكون من خبراء من السودان ومصر وأثيوبيا في ابتكار برنامج لملء بحيرة السد في سبع سنوات وكانت الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة خلال الشهر الماضي قد شهدت عدم إحراز أي تقدم إلى تونس حيث قضت دائرة الاستناف في المحكمة الإدارية برفض جميع الطعون في نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي جرت في الخامس عشر من الشهر الجاري وأشارت المحكمة إلى أنها أسقطت خمسة طعون مقابل ستة طعون رفضتها في الطور الابتدائي ولم يستأنف المرشح للدور الأول عبد الكريم الزبيدي الحكم الابتدائي ويمثل الاستناف آخر مراحل التقاضي مما يثبت مرور المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى جولة الإعادة المزمع إجراؤها في الثالث عشر من هذا الشهر أو من الشهر المقبل إلى الصومال حيث أعلنت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة مسؤوليتها عن هجوم على قاعدة أمريكية في الصومال واستهدف المسلحون القاعدة الأمريكية شمال غرب العاصمة مغديش بالمتفجرات قبل أن يطلق النار على المجمع العسكري فيما أكد الاتحاد الأوروبي هجوما منفصلا على موكب ضم مستشارين عسكريين إيطاليين أما في نيجيريا فقد قالت الشرطة أنها أنقذت تسعة عشر من السيدات والفتيات الحوامل مما وصفته بمصنع إنتاج أطفال في مدينة لاغوس وبحسب الشرطة فإن النساء والفتيات قد تم جلبهن من شرقي البلاد قبل أن يجبرن على إنجاب أطفال يتم بيعهم بعد الولادة ويتم بيع الرضيع الذكر بنحو ألف وأربعمائة دولار أمريكي بينما يتم بيع الأنثى بنحو ثمانمائة دولار إلى سنغال حيث أصدر الرئيس ماكسال عفوا عن أحد أبرز خصومه والذي كان يشغل منصب عمد الدكار وكان قد حكم على خليفة سال الذي ليست له أي صلة قرابة بالرئيس حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام في العام الماضي بعد إدانته بملفات فساد قال مسؤولون حكوميون إن أثينا ستواصل نخل طالبي اللجوم من مخيمات مقتضة على الجزر اليونانية إلى البر الرئيسي للبلاد بعد مقتل إمرأة في أعقاب اشتباكات وحريق بمخيم للاجئين على جزيرة لسبوس وبدأت الاشتباكات العنيفة في مخيم مورية للاجئين أمس بعد اندلاع حريق في حوية شحن تستخدمه السلطات اليونانية ضمن وسائل أخرى في إسكان اللاجئين فيما أصيب 17 شخصا على الأقل يغادر 250 شخصا مورية إلى البر الرئيسي نحن نمر حقا بأزمة وطنية من الضروري أن نظهر جميعا المسؤولية كما يمكن لليونانيين أن يظهروا المسؤولية في الأوقات الصعبة لتعامل مع هذا الوضع الصعب أوضح رئيس الوزراء الفنلندي أن الوقت ليس في صالح بريطانيا لتقديم اقتراح خروج جديد ومعتمد من الاتحاد الأوروبي وفي حديثه في براك بعد لقائه بنظيره للشيكي أندريبا بيس صرح عن تيرين أن الخيار الأفضل لمغادرة بريطانيا المنظمة من الاتحاد الأوروبي هو الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بالفعل بين الجانبين نريد تحقيق خروج منظم الاتحاد الأوروبي الخيار الأفضل لذلك هو الاتفاق المتفاوض عليه من المفروض استلام أي اقتراح بديل وموثوق من المملكة المتحدة قريبا في الأيام المقبلة حيث أن الموعد نهائي هو 31 من أكتوبر قريب جدا في غضون ذلك قال وزير المالي البريطاني ساجد جويد إنه يمكن لبلاده الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الحادي والثلاثي من الشهر المقبل من دون اتفاق على الرغم من القانون الذي يلزم رئيس الوزراء بطلب تأجيل الخروج ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لقد كنا واضحين كحكومة علينا أن ننهي خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي ونغادر في الحادي وثلاثين من أكتوبر لم يزيد من العناء والتأخير لقد سئم الناس من التصويت وقد عقد عدد من الاجتماعات التي تم إحراز بعض التقدم فيها لكن إذا لم نتمكن من إنجاز الصفقة فسنغادر بلا صفقة ولهذا السبب نحن نستعد بشكل صحيح لذلك أيضا وأعتقد أن هذا ما يريد الناس رؤيته يريدون أن يروا خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي لكنهم يرغبون أيضا في رؤية حكومتهم تركز على أولوياتهم في بريطانيا أيضا نفى مكتب رئيس الوزراء ادعاء إحدى الصحفيات بأن جونسون تحرش بها في مأدبة غداء خاصة قبل عقدين من الزمن وقلت شارلوت أدواردز كاتبة العمود في صحيفة سندي تايمز إن الحادثة واقع عندما كانت تعمل في مجلة ديسبيكتاتور بينما كان جونسون رئيس تحريرها ورفض وزير المالية ساجد جويد مرارا تناول المزاعم عندما سئل عنها لكنه قال أن رئيس الوزراء أكد أنها غير صحيحة لقد قال رئيس الوزراء بوريس جونسون بنفسه إن الإدعاء غير صحيح بتاتا لكنك أيضا تسألني عما أقوله لم أعلق أبدا على مزاعم شخصية ضد أي شخص سواء كان سياسيا أو أي شخص آخر أعتقد أنه سيكون من الخطأ وغير المناسب بالنسبة لي أن أفعل ذلك ولن أفعل ذلك الآن أنا واثق تماما من رئيس الوزراء وكلمته لكنني لن أستنبط في ما يجب أن يحدث أو لا ينبغي أن يحدث أما في العاصمة الفرنسية بوريس فقد تجمع عدد من قادة وزعماء دول العالم للمشاركة في يوم الحداد وجنازة الرئيس الراحل جاك شراك وضمت قائمة الزعماء الذين شاركوا في المراسم من رئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء لبناني سعد الحريري هذا ويوارى شراك الثرى في مقابر مونبرناس حيث تم دفن ابنته لورنسي في عام 2016 السلام هو ما نطلبه في يوم الودع العاطفي هذا الذي يمس فرنسا بعثمانها معا نقد تمكننا من رؤية الكثير من الناس الذين حضروا بالأمس للإشادة بالسيد جاك شراك بأكبر عاطفة يواجه زعيم حزب الشعب اليميني في النمسا سبستين كورز بداية عملية بحث صعب عن شركاء محتملين لتشكيل ائتلاف رغم نجاحه الباهر في الانتخابات التشريعية وحقق حزب الشعب فوزا واضحا مع حصوله على نحو 37% من الأصوات في انتخابات أمس وهي نتيجة تدل على أن كورز سيتحمل مسؤولية استشارة أحزاب أخرى في مهمة تبدو صعبة في الوقت الحالي وإلى الانتخابات في أفغانستان حيث أعلن كل من الرئيس الأفغاني أشرف غاني ومنافسه الأبرز والمدير التنفيذي للحكومة عبدالله عبدالله الفوز بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي ما قد يثير المخاوف بشأن المستقبل السياسي للبلاد جاء أعلان غاني وعبدالله الفوز بغلبية من الأصوات تحول دون إجراء جولة إعادة رغم أن اللجنة المشرفة على الانتخابات لا تزال تقوم بفرز الأصوات بناء على الوضع الحالي لن تذهب الانتخابات إلى جولة ثانية وسيقوم فريقنا بتشكيل الحكومة المستقبلية لسوء الحظ تدخل بعض المسؤولين الحكوميين بشكل مباشر في العملية الانتخابية في المخاطعات وسيواجهون القانون استخدمت الشرطة الغاز المسيد للدموع في جاكارتا وعدة مدن إندونيسية ضد متظاهرين يواصلون منذ نحو أسبوع تحركهم المناهض لقوانين مثيرة للجدل وقتل طالبان على الأقل وأصيب المئات بجروح خلال تظاهرات تخللتها أحيانا أعمال شغب انطلقت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في هذا الأرخبيل الواقع جنوب شرق آسيا ويعبر الطلاب عن رفضهم خصوصا لتعديل من شأنه إضعاف وكالة مكافحة الفساد وهي مؤسسة تحظى بالاحترام في إندونيسيا إلى الولايات المتحدة حيث دعى الرئيس الأمريكي دونالد ترام في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إلى القبض على رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف بتهمة الخيانة كما وحذر الرئيس الأمريكي من حرب أهلية في بلاده إذ أتماكن الديمقراطيون من تنحيته من منصبه وذلك بسبب إجراءات يتخذها مجلس النواب بهدف عزله على خلفية فضيحة المكالمة الهاتفية بينه ونظيره الأوكراني في الصياق ذاته قالت الرئاسة الأوكرانية أن كييف لا تريد التورط في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة وذلك فيما يبحث تحقيق لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترام ما إذا كان قد ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن ويجرى التحقيق بدافعا من شكوى لإحدى مسربي المعلومات تتعلق بمكالمة هاتفية جرت يوم الخامس والعشرين من يوليو تموز بين ترامب وزيلنسكي نحن منفتحون نحن مستعدون للتحقيق لكن لا علاقة لي بذلك إن هيئات إنقاذ القانون المستقلة لدينا مستعدة للتحقيق في أي نوع من الإجراءات إذا انتهك القانون لكنك لم تبدأ في التحقيق في أي شيء حتى الآن سأقول صادقا معك نحن لا نفعل أي شيء عن طريق الأوامر أستطيع أن أقول ذلك مرة أخرى نحن دولة مستقلة نحن لا نتبع أي أوامر لدينا أمر واحد فقط خدمة أوكراينا أجريت محادثة مع الرئيس دونالد ترامب الأولى كان مبشرة بعد أن فلت في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا وهنأني ورأيتم المحادثة الثانية في هونغ كونغ يستعد المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية في الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشياوية لمواجهات جديدة غدا هذا وشهدت المدينة أمس أعنف مواجهات منذ أسابيع إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه في عدة مواقع خلال مواجهات مع متظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة تزامنا مع الاستعدادات لإحياء الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية يوم غد يستعد المتظاهرون في هونغ كونغ المطالبين بالديمقراطية لمواجهات جديدة استمرارا لنضالهم المستمر منذ ما يزيد على أربعة شهور وكان الرئيس الصيني قد تعهد اليوم عشية الاحتفالات بالحفاظ على مبدأ بلد واحد ونظامين سنواصل التنفيذ الكامل والصادق لمبدأ بلد واحد ونظامين ونحن على ثغة من أنه مع الدعم الكامل للوطن الأم وجهود الصينيين في هونغ كونغ وماكاو الذين يحبون الوطن الأم فإن هونغ كونغ سوف تزهر وتتقدم جنبا إلى جنب مع البر الرئيسي وتبني حتى مستخبلا أكثر إشراقا وتستعد الصين لإحياء ذكرى مرور سبعة عقود على تأسيس جمهورية الصين الشعبية يوم غد خلال احتفالات صاخبة تتضمن عرضا عسكريا ضخما يؤكد تحول البلاد إلى قوة عظمى على الصعيد الدولي خلافا لذلك يعتبر الناشطون في هونغ كونغ هذا اليوم يوم حداد وتزداد المخاوفة من أن تسرق احتجاجاتهم المتواصلة الأضواء من هذه الاحتفالات على خلفية تراجع الحريات الممنوحة لهم في البلاد علقت الصين على تقارير بشأن نية الولايات المتحدة شطب شركاتها من البورسة الأمريكية وقالت أن تلك الخطوة ستتسبب في تقلب الأسواق المالية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن ممارسة أقصى الضغوط والسعي نحو فك الارتباط في العلاقات الأمريكية الصينية سيضر بمصالح الشركات والشعبين الصيني والأمريكي خيم الضباب الدخاني على العاصمة التيلندية بانكوك ليجعلها واحدة من المدن الأسوأ هواء في العالم ما دفع رئيس الوزراء إلى تنبيه السكان من أجل ارتداء الأقنعة وذكرت وكالة بلومبرغ لأنباء أنه تم إدراج بانكوك ضمن نقائط قائمة الخمس مدن الأكثر تلوثا على مستوى العالم ظهر اليوم بالتوقيت المحلي دوما نمكركم متابعة آخر الأخبار على موقعنا الإلكتروني وعلى صفحاتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب التويتر إلى لقاء بأمان الله اشتركوا في القناة